ايوا بقى ما هو دوت الاكل اللي يزبط الدماء ويعدل المزاج عايز اقولك عملنا النهاردة صفرة المطاعم بقى اقل الامكانيات ووفرنا حوالي 300 جنيه يعني تقدري تعملي كل حاجة في البيت من غير شوية ومن غير اي حاجة في فرن البوتاجاز هتعملي احلى شيش طعم وحكاية زي ما انت شايفة كده ولا التدبيل جبارة ابهريهم بشطرتك خليهم يتجننوا منك ويقولوا انت عامل الحاجات دي ازاي تعالي بقى معايا النهاردة نشوف احنا سوينا الفراخ ازاي الجميلة الامر ديت من غير شوية في فرن البوتاجاز وزاي التدبيلة زبطت معانا وطلعت طعمها حكاية بقى قل الامكانيات هنسمي اللي ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك ولو انت اول مرة تتفرج علي ما تنسيش تعمليه متابعة او اشتراك يلا نشوف هنعمل ايه اول حاجة بقى طبعا محضرة معايا البصل والتماطم والفلفل قطعتهم بالشكل دوت وهبدأ اللي انا احضر الكبة او الخلاط سواء كده او كده اللي اتنين مش هيقولولك حاجة نزلت بالتماطم جوه الكبة وهنزل بالبصل وهنزل بالفلفل كمان وهبدأ اللي انا اشغل الكبة بتاعتي واضرب كل المكونات ديت مع بعضيها لو انت هتعملي في شفشة الخلاط انزلي بالتماطم الاول وزودي كده شوية خل واسيبيها تلفه بعد كده انزلي بالفلفل واخر حاجة البصل علشان خاطر اللي يلف معاك هنا حطيت حوالي معلقة صغيرة من التوم المهروس لو انت مش عندك مهروس تقدري اللي انت تعملي فصين من التوم بس كده هيعدله معاك الطعم وهيخله الطعم رايح في حتة تانية خالص بدأت اللي انا اضرب بقى كله مع بعضه البصل مع الطماطم مع الفلفل مع الكمان التوم ولو انت عايزة فلفل حراء مش هيقولك لأ بس انا فضلت اللي هي تبقى من غير فلفل حراء عشان الولاد نزلت بربع فنجال من الخل وهبدأ اللي انا اضربهم تاني مع بعض بالشكل دوت كده ضربت الكمية كلها دوت المطلوب عايزة اقولك الريحة كانت جبارة من قبل اصلا ما حطت اي حاجة عليها رحت الخضار مع بعضيها لما اضرب رحته كانت حلوة جدا خلص دلوقتي ضربت كل التدبيلة بتاعتي هبدأ اللي انا اجيب طبق بس هصفيها انا محتاجة المية بس مش محتاجة الطفل بتاع الخضار دوت يبقى انا كده هتخلص من الطفل وهاخد المية لان طبعا الحاجات اللي احنا هنعملها المشوية محتاجة المية بتاعتها علشان خط اللي لو حطت التفل دوت على الفراخ او على اللحمة هيحرقلك الحاجة من برة وهتبقى شكلها مش حلو هصف فيها كويس جدا وتأكد تماما اللي نزلت المية اللي فيها كلها خلص كده جبت معايا لمونتين وهبدأ اللي انا اعصرهم كويس جدا وهي هعصرهم جوه المصفى عشان انا مش عايزة اي طفل ينزل في المية انا عايزة السوايل بس بالشكل دوت كده عصرت لمونتين متوسطين بعد كده هجيب معلقتين كبار من الكاتشاب وهنا الكاتشاب دوت اختياري بس نصحة مني حطيها هيدي طعم حلو جدا بعد كده نزلت بنص معلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من البابرك وكمان هحط ربع معلقة من التوم البودر وربع معلقة من البصل البودر ونص معلقة من السبع بهارات وهحط نص معلقة صغيرة من العسل الاسود عندي بقى خلطة الشاشة ووك ديت بتتبع في السوبر ماركت بتاعت ماجي عايزة اقولك هتزود الطعم وكمان هتخلي الطعم رايح في حتة تانية خالص جربي كده وحطيها وشوفي النتيجة عاملة ازاي وطبعا هحط نص معلقة من الملح وقلبت كله مع بعضه بالشكل دوت كده التوابل اللي انا حطتها مع الخلطة مع الخضار اللي احنا ضربناه مع بعض ادى ريحة حكاية والطعم كان جامد جدا معايا هنا كيلو من الشاشة ووك اللي هو الاوراق بتاعت الفريخ تقدر تعمليها بالصدور او بالوراق بس يفضل بالوراق لان الوراق بتدي كده دسامة والوراق بيكون ناعم عن الصدر شوي وطبعا ممكن تعملي الاتنين مع بعض ما فيش اي مشاكل خالص طبعا هنبدأ بقى دلوقتي بعد ما غسلت الوراق ديك كويس جدا او الشيش دوت كويس جدا هبدأ اللي انا انزله في التدبيلة بالشكل دوت كده وهسيبها كده ممكن يوم كامل ممكن ساعتين ممكن ست ساعات على حسب وممكن تشتغلي فيها على طول بعضيها بربع ساعة مفيش اي مشاكل بس كل ما بتزاوزي الوقت بتاعها كل ما بتشرب من التدبيلة والطعم بيطلع احلى واحلى كده خلاص هبدأ اللي انا اغلفها بقى بستريتش كده وارروح مدخلها بتلاجة هسيبها يوم كامل وبعد اليوم الكامل تعالي نشوفها نعمل ايه مع بعضنا وزي ما قلتلك لو مش عايزة يوم كامل براحتك بس كل ما بتحطي الفراخ في التدبيلة وتسيبيها هتديكي طعم احلى هنا تاني يوم بدأت اللي انا اجيب بقى العصيان بتاعتي واحضر بقى الحاجات اللي انا هشتغل فيها العصيان ديت هحطها كده في صانية واحط عليها شوية مية عشان ما تتحرقش مني لما دخلها الفرن وهسيبها كده منقوع على المية اللي انا حطتها عليها ومية سخنة جبت بقى معايا هنا الفلفل الالوان الاصفر والاحمر والاخدر جبت كم بصلايا كده اطعتهم مكعبات زغيرة الطماطم اللي معايا حجمها زغير شوية بس هي مش شري لا طماطم عادية خالص بس حجمها زغير وطبعا الخضار تقدري تشيلي وتحطي الحاجة اللي انت عايزها جبت بقى معايا الفراخ وهبدأ اللي انا بعد ما العصيان بقى طبعا قعدت في المية شوية هبدأ اللي انا احط بقى كده البصل اول حاجة وبعد كده هنزل بقى ببقية المكونات كده واحدة واحدة هحط بقى قطعة من الفراخ وهتأكد تماما القطعة الفراخ كده محتوطة كويس بعد كده هنزل بقى بفلفل اصفر فلفل احمر قطعة تانية من الفراخ بصل وفي الاخر خالص هحط الطماطم يعني بقى ممكن ايه ترسيهم على حسب ما انت عايزها ما فيش اي مشاكل وطبعا اللي عندها ولاد مش بتحب الخضار تقدري اللي انت تستبعزي خالص الخضار من العصايا يعني تكلها تبقى ايه قطعة فراخ وخلاص بس طبعا الخضار دوت لما بيتشوي من طعم التدبيلة بيبقى طعمه حلو قوي كده عملت اول واحدة تعالي نعمل مع بعض واحدة تانية بسرعة ونشوفها نعملها ازاي البصل هو اللي بيكون جامد شوية لكن بيدخل جوه العصايا بكل سهولة نزلت كده بالبصل بعد كده قطعة من الفراخ وبعد كده الفلفل الالوان بصلية تاني وهبدأ اللي انا احط قطعة تانية من الفراخ بحط الفراخ بالطول عشان اتأكد اللي هي دخلت كلها ولما اجي اقلبها وهي في الصينية تبقى معايا مظبوطة يعني بعد كده هحط قطعة من البصل وهنزل بالفلفل واخر حاجة هحط التماطب هخلص الكمية كلها وتعالي نشوفهم دي كده الكمية كلها فض معايا حوالي كوباية من التدبيلة اللي احنا عملناها هبدأ اللي انا انزلها كده على الخضار عشان برضو الخضار ياخد من التدبيلة شوية وهسيبها بقى شوية وهكون مولعة الفرن على درجة حرارة متين فرن يكون عالي جدا بعد كده هحضر معايا الصينية اللي هحط فيها الحاجات دي الصينية ايا كان نوع الصينية اللي انت هتستعملها انا هنا استعملت صينية الامونيوم كبيرة واسعة وهتاخد معايا الكمية كلها من غير ما تدهنيها ولا اي حاجة هرص كل الكمية اللي معايا في الصينية بالشكل ده بسم الله ما شاء الله الكمية طلعت معايا كبيرة وطبعا وفرت فلوس كتير وعملتها في البيت احلى واضمن واوفر من برا من غير شوية ومن غير اي حاجة خالص انا وفرت حوالي 300 جنيه هنا بقى التدبيلة بعد ما رصيت كل العصيان حطيت بقى كده كبيرة التدبيلة دي فوق الوش هل هدخلها الفرن على كده لا استني بقى هقولك على تكاية حلوة جدا هجيب معايا ازازة الزيت وهبدأ اللي انا ارش كده من فوق الوش على كل عصايا شوية كده من الزيت البساط جدا ولو عندك بخاخ في زيت تقدر اللي انت تبخ عليه طبعا انا بالوقت دوك كنت مولا على الفرن والفرن خلاص سخن معايا كويس جدا هبدأ بقى اللي انا احط الصانية ديت على الارضية مش هحطها على الشبكة هحطها على الارضية وهسيبها تعيش حياتها كده لمدة عشر دقيق الفرخ تنزل الميا بتاعتها وبعد كده تشرب المياه وتشرب كمان التدبيلة اللي احنا حطينها ديه بعد ما سيبها حوالي ربع ساعة على الارضية هروح مطلعها على الرف اللي فوق الارضية على طول يعني هنزل الشبكة هي الشبكة في النص هنزلها لتحت واروح حط الصانية ديت وسايبها عيش حياته فض معايا خضار اسيبه؟ لا طبعا حطيته في قلب الصانية كده وهجب كمان فلفل حراء عشان يتشوه معايا ويديني طعم حلو حطيت كده كم قرن من الفلفل الحراء بالشكل ده وهنا كانت الفراخ استوت معايا وعايز اقولك بقى الطعم حكاية بسم الله ما شاء الله ولا بقى اللون والجمال ويتناسك الالوان مع بعضيها والفراخ مستوية ودايبه دوق عملت جنبيها وراء عينب وعملت جنبيها كمان صنية رؤاء باللحمة المفرومة تقدري تعملي جنبيها رز أصفر وصلطة المشويات لو يمسي حبة قبل كده عملت معاكم صلطة المشويات وكانت عموها حلو قوي بصي بقى الرعيف دوت مش محتاج أي حاجة هو بيشرح نفسه وبيتكلم كده عن نفسه في كل حاجة الله 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 على الريحة والطعم والجمال ده كله يلا بقى تقدر اللي انت تجيبي حتى نص كيلو من عند بتاع الفراخ وتعمليه للولاد هيتبستو بي بحبكم في الله وسلام عليكم اشتركوا في القناة